اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من سوريا اليوم المفاجأة احدى العناصر المهمة في نجاح اي معركة وقد كانت حاضرة بقوة في الساعات الاخيرة على جبات ريف حماس شمالي والغربي فصائل المعارضة نقلت المعركة الى خريطة نفوذ النظام فسيطرت على عدد من البلدات الاستراتيجية المهمة ثم عقبت المرحلة الاولى بثانية بدأت على محور كرناز والحماميات بعيدا عن جبهة كفرنبودة التي استنزفت كل الاطراف الاسابيع الاخيرة توسع المعارضة من نطاق نيرانها كما وسع النظام من نطاق قصفه وتبدو خطة المعارضة حتى اللحظة ناجحة وسط الغموض والسرية التي تحيط بها اما في محورنا الثاني لهذه الليلة يزداد الحادث في الاوساط الاسرائيلي عن لقاء مرتقب لمستشاري الامن القومي لكل من الولايات المتحدة وروسيا واسرائيل هو لقاء لم يسبق له ان حصل بين هذه الاطراف التي ستجتمع ضد ايران كما يبدو لرسم خطة اخراجها من سوريا بدأت فصائل المعارضة المرحلة الثانية من معاركها في ريف حما الشمالي الغربي ضد النظام حيث استهدفت موقعا عسكريا له داخل بلدة كرناز وتأتي المرحلة الثانية بعد انتهاء الاولى التي بدأت امس الخميس واسفرت عن السيطرة على عدد من البلدات ابرزها جبين وتلملح وكفرهود هذا فضلا عن اصابة طائرة حربية للنظام وهبوطها طراريا في مطار تيفور العمل على توسيع دائرة النار والانتقال الى القتال في مناطق الخصوم والاقتراب من معسكرات تخزين الاسلحة وتدريب الافراد تلك هي اهداف وضعتها فصائل المعارضة للدفاع عن اخر معاقلها في ادلب ومحيطها تكتيكات عسكرية لجأت اليها الفصائل من اجل امتصاص فورة قوة النظام ولتشتيت وتوسيع دائرة الاهداف المحتملة للطيران الروسي فصائل المعارضة بمختلف تسمياتها اعلنت بدء المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية شمال حما وذلك اثر سيطرتها خلال المرحلة الاولى من المعركة على عدة مواقع لقوات النظام من ابرزها تلملح لجبين كفرهود مدرست الضهرة وغيرها من المواقع المهمة على الطريق الرئيسية الواصلة بين مدينتي سقيلبية ومحردة فيما يجري العمل الان على محوري كرناز وحلفاية قادة في المعارضة يؤكدون ان الهدف من العمل في الشمال الحموي ليس السيطرة على مدينتي سقيلبية ومحردة وانما القضاء على الحواجز الممتدة على الطريق العام الواصل بينهما وهو ما نجح في تحقيقه حتى الان عبر تغيير سير المعارك من خلال نقل محورها في الدفاع عن كفرنبودة الساقطة حديثا بيد النظام الى الانتقال الى محور اللطامنة والاخوين القريبين والعمل ضمن الاراضي الخاضعة لسيطرة النظام تغير التكتيك العسكري للفصائل دعمته الصواريخ المضادة للدروع التي تمكنت من اعطاب واحراق عدد كبير من الاهداف الثابتة والمتحركة لقوة النظام وكذلك مضاد طيران تقول الفصائل انها اغتنمته في وقت سابق من الفوج 46 غرب حلب وتمكنت من خلاله فصائل المعارضة من اسقاط طائرة مسيرة خلال المعارك واصابة اخرى حربية كانت تحاول قصف خطوط الجبهات الممتدة على طول 15 كيلو مترا المعارك الجارية الان في الريف الحموي تدلل كما يقول مراقبون على الخلافات العميقة بين انقا وموسكو والتي يبدو انها وصلت الى طريق مسدود وذلك على خلفية فشل المباحثات بين الجانبين من اجل التوصل الى تهدئة في ادلب ووقف القصف الروسي على مناطق المدنيين وهو تصعيد تخشى انقرى من تبعاته على اراضيها باعتباره يهدد بنزوح نحو اربعة ملايين نسمة على حدودها الجنوبية ليبقى السؤال الاكبر هل ستجبر الفصائل الروس والنظام على الرضوخ والعودة الى ميادين السياسة بعد ان فشلا في تحقيق اي تقدم على ارض الميدان والفتح النقاش في محور حلقتنا الاول يسعدنا ان يكون معنا العميد احمد رحال المحلل العسكري عبر اقمار صناعية من اسطنبول وايضا يسعدنا ان نرحب بالدكتور هاني شادي الكاتب والباحث في شأن الروسي من موسكو وعبر خدمة اسكايب نرحب بمحمد العلي نائب رئيس المجلس المحلي ببلدة العيس من ريف حلب الجنوبي وعبر الاقمار الصناعية ينضم الينا من ريف حمام ورسلنا من هناك مصطفى الخلف ارحب بكم ضيوفي جميعا وابدأ معك مصطفى ضعنا في صورة المعلومات الجديدة حول تطورات المعارك في محور كرناس تحديدا مصطفى نعم اصلا ولو خرجت خارج سياق السؤال بعد أن يبدأ بهذا الخبر العاجل المروحيات التابعة لسلاح جو التابع للنظام تقصف بالبراميل المتفجرة الآن مدينة مورك شمال حما وتكثف أيضا من قصفها لهذا المحور والمقاتلات الحربية الرشاشة والمقاتلات التابعة لسلاح جو التابع للنظام تستدف عموم المنطقة كالطامنة وكفر زيتا وتكثف من استهدافها في هذا التوقيت قبل أن تقدمني إلى سوريا اليوم بثوان عسكريا تتقدم فصائل المعارضة اليوم بعد أن بدأت في المرحلة الثانية من معركتها في محور جديد كليا في ريف حماء الشمالي والأهداف كانت في هذا المحور أهداف كبيرة جدا فصائل المعارضة تهدف إلى قطع أهم طرق الإمداد عن قوات النظام انتهت المرحلة الأولى وتمكن فصائل المعارضة من قطع أستراد أسقلبية محردة والآن تتقدم باتجاه كرناز وتحس تقدم كبير في هذا المحور وهناك طبعا أنباء بحسب قادة عسكريين بأن فصائل المعارضة حرست تقدم كبيرا اليوم على حساب قوات النظام المدعومة من قبل الميليشيات والمدعومة من قبل أيضا القوات الروسية المساندة ومن قبل سلاح الجو أيضا الروسي لمساندة قوات النظام في سوريا هنا والآن أيضا تدور اشتباكات في محور كفر نبودة إذن فصائل المعارضة يعني لو نقول أنها بدأت بخطة تكتيكية واستراتيجية جديدة لأن قوات النظام أقدمت كل تعزيزاتها وكل ثقالها العسكري إلى كفر نبودة وإلى قلعة المضيق وإلى القرى التي سيطرت عليها حديثا بويت بعد السيطرة وبهدف إكمال التقدم نحو بلدات وقرى في ريف حماء الشمالي ولكن المعارضة وبتكتيك عسكري جديد طبعا تقدمت وبدأت هجوم معاكس ومن ثم بدأت هجوم جديد كليا على هذه المحاور في الخاصرة الرخوة لقوات النظام وللقرى التي سيطر عليها قوات النظام وأحرصت تقدم واسع في هذه المنطقة فصائل المعارضة وقاد عسكريين في المعارضة تقناعهم اليوم أثناء التغطية في ريف حماء الشمالي قالوا بأن المعارك مستمرة ولن نتوقف عن هذه المعارك وأن المعارك بدأت فيها المرحلة الأولى والثانية هناك ثالثة ورابعة حتى إحراز تقدم كبير لنا وحتى أسيطر على مناطق واسعة في ريف حماء أشكرك كثيرا مصطفى الخلف مراسلنا من ريف حماء نعم وأنتقل عميد أحمد رحال عميد أحمد رغم القصف الجو المستمر حتى اللحظة كما ذكر مراسلنا مصطفى الخلف نلاحظ أن هناك تطور ميداني لافت سجل صالح المعارضة على حساب قوات النظام برأي كل هذه المعطيات خصوصا تقدم قوات المعارضة في مناطق هي تحت سيطرة النظام وقرأة تابعة له كيف تقرأ المشهد عسكريا؟ مساء الخير تحياتي لك وتحياتي لكل ضيوفك الكرام ولكل أساد المشاهدين يعني بالنسبة لموضوع الطيران قلنا سابقا وأن الطيران قادر على التأثير قادر على القتل قاتل على التدمير لكنه غير قادر على حسم المعركة بقراءة المشهد العسكري خلال خمسة أسابيع استطاع النظام من فتح جبهة بعمق حوالي خمسة كيلومتر وبعرض حوالي تسعة كيلومتر تمتد من كفرنبودة إلى قلعة المضيق إلى أطراف الحويز وكان الهجوم المعاكس يعني كان واضح من أن هناك عملية استعصاء على القطاع الشمالي وهناك عملية استعصاء على القطاع الأوسط بينما تحولت كفرنبودة إلى عملية استنزاف ما بين كر وفر يوم هي مع النظام ويوم هي مع المحرر لكن النقل النوعية في العمل العسكري تمثلت في عملية نقل المعركة إلى أقصى الجنوب الشرقي من أحد عوامل نجاح المعركة هو المناور بالقوات أو المناورة بالجبهات عملية نقل الاستطلاع أو عملية رصد الاستطلاع للمنطقة كان واضح من أن هناك عملية تركيز جهود للنظام على تلك المحاور السلاس وبالتالي هو زج بكل ما يملك على تلك النقاط مدعوما بنقطتين للروس عبر المدفعية وعبر رجمات صواريخ موجودة في حيالين غربي حيالين وفي منطقة بريديش وبالتالي عملية الالتفاف إلى أقصى الجنوب الشرقي هذه المناطق التي تذكرها عميد أحمد ألا يمكن أن تتحول إلى مشهد شبيه بالمعارك في كفرنبودة يعني استنذاف بين الطرفين في هذه النقاط يعني اليوم نحن أمام نقطة فاصلة هذه النقطة تقول أو الموقف يقول من أنه يجب فتح أكبر جبهة ممكنة النظام لديه مشكلة بالعنصر البشري لديه مشكلة بعدم توفر الكوادر الكاملة هو يزج بالفيلق الخامس ويزج بسوي الحسن التابعين لروسيا يزج بالفرق الرابعة التابع لإيران ويزج بميشات الدفاع الوطني وقوات النظام وبالتالي لا يملك القدر الكبيرة على فتح الجبهة لذلك قلنا فيما لو فتحت جبهة غربي حلب جبهة أبو الضور جبهة الساحل في جبل التركمان فأن النظام سيعاني لأن الطيران في المعارك القريبة لا يستطيع تقديم الدعم وبالتالي كما قال مراسلكم القصف اليوم في موريك موريك بعيدة عن جبهة القتال لكنه يريد أن يضغط على الحاضن الشعبية لأنه يعاني على جبهة القتال بين عملية أن المواجهة المباشرة دائما ما تكون لمصلحة الثوار وبالتالي اليوم أنا أعتقد هذا الالتفاف في جبهة الجنوبية والسيطرة على جبهة تلملع السيطرة على كفرهود الاقتراب من التريمسي هذا يعني أن منطقة الحماميات منطقة كرناز منطقة كفرنبودي أصبحت محاصرة بأطلاعها السلاس من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب وبالتالي أصبحت رصد نيراني كامل النقطة المهمة دعني أكمل فيها من أن اكثرابوا من مناطق امداد الامداد أو خطوط امداد النظام اليوم خط سقيلبية محردية يعتبر الخط الرئيسي للامداد تم قطعه وبالتالي لا أقول أنه تم قطع خطوط الامداد وحصرة المنطقة بل أقول أن الثوار استطاعوا من تصعيب الامداد وبالتالي وجدنا الروس يقومون بفتح أو بنقل معسكراتهم وبطاريات المدفعية ورجمات صواريخ إلى سقيلبية على كل حال سوف أعود إليك عميد أحمد وأنا أريد أن أنتقل لضيفنا من موسكو دكتور هاني شادي دكتور هاني في ظل كل هذه المعطيات الموجودة على الأرض والمعارك القائمة واستخدام الأسلحة والسيطرة على مناطق هي حرب كاملة الأركان وبدأت مواجهة مباشرة بين قوات النظام وفصائل المعارضة وهنا السؤال برأيك هل اتفاق سوتشي انهار ضمنيا وهو مبرم بين أنقرة وموسكو والمواجهة باتت بهذا الشكل على المجدان أعتقد أنه واضح تماما أنه هناك خلافات بين أنقرة وموسكو وموسكو حملت تركيا المسئولية قبل عدة أيام عن عدم تنفيذ اتفاق سوتشي وحملتها المسئولية عن التصعيد في إدلب ولكن في نهاية المطافة على ما يبدو أن الروس ما زالوا متمسكين باتفاق سوتشي والخارجية الروسية أمس أشارت إلى أن اتصالات بين العسكريين الروس والأتراك بدأت لحل هذه المشكلة ولكن على ما يبدو أن الموضوع حاليا أكثر من خمسة أسبوع ربما أكثر من شهر ولكن لم يتم التوصل إلى حل أو إلى تفاهم بين تركيا وروسيا لتنفيذ اتفاق سوتشي طيب لماذا أوصلت موسكو الوضع إلى هذه الدرجة برأيك دكتور هاني نعم يعني خصوصا أنه من يقول أن موسكو هي المسؤولة بالدرجة الأولى وليست أنقر عن هذا التصعيد في الحقيقة الكريملين على لسان المتحدث الرسمي للرئيس بوتين حمل لتركيا المسؤولية ولكن على ما يبدو أن روسيا لا تشعر بالقلق شديد مما يجري في إدلب والمناطق المحيطة بها خاصة أنها مصرة على أن العمليات حاليا هناك عمليات محدودة وعلى ما يبدو أنها أقنعت ربما واشنطن بأن العمليات التي تجري حاليا هناك محدودة لأننا نعلم أن واشنطن طلبت أكثر من مرة وقف إطلاق النار في هذه المنطقة ومنسما برأي الشخص أن هناك مأزق لاتفاق سوتشي لا أحد يعرف كيف سيتم حل هذا الموضوع خاصة أن في الأيام الأخيرة الصحف الروسية بدأت تسرب معلومات حول أن تركيا أمدت المسلحين بأسلحة جديدة تستخدم حاليا في هذه المعارك نعم أعود إلى العميد أحمد رحال العميد أحمد لوحظ في المعارك استخدام مضادات الدروة وأسلحة متطورة أيضا تم استخدام يعني مضاد طيران وسقطت طائرة حربية من نوع سيخوي أصيبت هذه الطائرة ما دللت هذا الأمر برأيك يعني أولا بالحديث عن سوتشي أنا أعتقد أن الموضوع أصبح في طي النسيان هذا الموضوع خرقته روسيا وتركيا تدرك تماما أن أحد أهم الأهداف للجوم على أدلب هو معاقبة تركيا على اقترابها من واشنطن في شرق الفرات هذه النقطة النقطة الثانية اليوم نحن نعم كما قلنا أمام نقل نوعية في العمل العسكري هناك نقل نوعية في العمل السياسي والتقارب الأميركي التركي ما قاله جيمس جيفري كان واضحا من أن المداد بالأسلحة التاو كان بأوامر من واشنطن ومن أن كل ما تملكه أنقرة في مستودعاتها من صواريخ المعدلة تاو ثلاثة يجب تسليمها للسوار ومن أن هناك قد يكون دخول مباشر لوحات المتحدة الأمريكية بالآن الصرح مسؤول أمريكي من أنه إذا ما استخدم الأسلحة الكيموية سيكون هناك تدخل مباشر لم يقل قصف وبالتالي نعم اليوم هناك دعم يعني برأيك هناك توافق أمريكي وتركي حول ما يجري في الشمال السوري ضد روسيا وضرورة تصدي الهجم الروسية يعني أنا أعتقد أن الموضوع فاق موضوع عملية التوافق على أدلب بالأمس كان هناك تصريح من جيمس جيفري قال هناك تنسيق كامل ما بين تركيا وواشنطن على تغيير نظام الأسد إذن نحن تجاوزنا المعركة وهذا الموضوع تشعر به موسكو وتشعر من أن التقارب الأمريكي التركي أصبح فوق القوات وكانت موسكو تناور أو تراهن على قطيعة ما بين واشنطن وأنقرة لكن أنا الواضح أن واشنطن اليوم تلتقي مصالحها مع أنقرة بدعم الثوار وواشنطن تقول من أن إدلب يجب أن لا يخسرها الثوار وأن لا سيكون هناك ضعف في عملية التفاوض مع نظام الأسد أيضا عملية دعم الثوار بالمضادات يعني هو حق بالدفاع عن نفس اليوم موسكو تجج بكل ما تملك حوامات الأسد عادت لإرقاء البراميل وبالتالي أنا لا أستغرب إذا ما كان هناك عودة للصواريخ الدفاع الجوي أو إمداد السوار وصواريخ ما حدث للطائرة حقيقة هو أمر خارج نطاق الثوار هو وقع من قبل هيئة تحرير الشام عندما استطاعت إصابة الطائرة بصواريخ هل هو صناعة محلية هل هو شراء من السوق المحلية أو من السوق السوداء لا ندري لكن يعني عيون لنا داخل مطار حما أكدت من أن الورش الفنية داخل مطار حما أكدت من أن الطائرة أصيبت بصاروخ مضامين ضه مضاد جوي وليس عبر طلقات المدفعية طيب أعود إلى الدكتور هاني ضيفنا من موسكو دكتور هاني يعني بناء على المعطيات الموجودة على الأرض يعني موسكو وقوات النظام ارتدت هذه الهجمات عليها وبدأوا يخسرون مناطق مهمة وقرى مهمة يسيطرون عليها أساسا والمعارضة تتقدم ميدانيا اليوم كل هذه المعطيات هل ستضغط على موسكو للعودة إلى المسار السياسي والتفاهم مع أنقرة وتقديم تنازلات ما لم تكن ترضى بها في السابق في الحقيقة يمكن أن تضغط بالطبع على موسكو موسكو لديها رغبة في العودة إلى التفاوض مع تركيا ولكن المشكلة الأساسية أن الكريملين يعتقد أن تركيا هي التي لم تنفذ اتفاق سوتي على أساس كما أشار الكريملين لأن الأمر يتعلق أن تركيا عليها أن تفصل المجموعات الإرهابية عن المجموعات المسلحة ومنطقة لمنزوعة السلاح لم يتم هذا أبدا حتى اللحظة ولكن بالطبع هذه المعارك ستضغط على موسكو بشكل كبير ولكن هل سوف تضغط عليها في اتجاه أنها تخفف المعارك أو تقلل من هجمات النظام السوري والطائرات الروسية على هذه المناطق أم ستضغط في الاتجاه العكسي يمكن أن تزيد العملية العسكرية ويمكن أن تزيد روسيا من ضغوطها العسكرية على هذه المنطقة ولكن كما أسلافت أن هناك يبدو نوع من الإشارات الروسية إلى واشنطن بأن المعارك ستظل محدودة لن تكون هناك عملية واسعة النطاق على أقل حسب المسؤولين الرسميين بالنسبة لتركيا بدون شك هناك واضح خلافات كبيرة حول تنفيذ اتفاق سوتشي وعلى ما يبدو أن هناك خلف الأبواب المغلقة تجري مباحثات بين العسكريين الروس والأتراك ولكن الأهم كما أشرت أو النقطة الأهم هي تسريبات وسائل الإعلام الروسية الرسمية بأن تركيا أدخلت أسلحة جديدة بأمر من أولايات المتحدة وهذا بالطبع قد يزعج موسكو كثيرا ويؤثر بدون شك على عملية المفاوضات مع تركيا حول هذه المنطقة أعود إلى ضيفنا أحمد رحال عميد أحمد هل يمكن أتقدم الميداني للمعارضة أن يعني يساهم في جعل أنقرة تطلب من موسكو بشكل مباشر أن توقف العمليات وطلعات الجوية ضد مناطق المعارضة الخارجة عن سيطرة النظام وترضخ موسكو لهذا الطلب تحديدا خصوصا أن تركيا دائما كانت تركز على موضوع القصف الجوي واستخدام سراح الجوي في المناطق المدنية في إدلب يعني موسكو مارست عملية الخداع عندما قالت لأنقرة أنها تريد أن تؤمن حيث جغرافي صغير من خلال الوصول إلى تسيير الدوريات أو من خلال الوصول إلى إجبار المعارضة على القبول بفتح الطرق الدولية لكنها كذبت أيضا على واشنطن عندما قالت من أن العملية محدودة كما يقول الضيف من موسكو ومن أن الغاية هي حماية قاعة حميميم لكن على أرض الواقع كانت العملية عسكرية كبيرة عندما نتحدث عن 6 ألاف طلعة جوية 3 ألاف برميل قلقتها حوامات الأسد وزج بكل حلفاء نظام الأسد من الروس والإيرانيين وحزب الله في المعركة بالإضافة إلى الفيلق الخامس لكن على الأرض وجدنا من أن الموازين انقلبت موسكو طلبت لمرة الثانية تطلب وقف أطلاق النار لكن كان رأي واضح من قبل تركيا وعندما اجتمعت القيادة التركية منذ حوالي 6 أيام على فصائل المعارضة قيل لهم أن شرط وقف أطلاق النار هو انسحاب نظام الأسد والروس من المناطق التي تم احتلالها مؤخرا أي بمعنى إعادة قلعة المضيق إعادة كفر نبوذي واتمن قرى الواقعة ضمن تلك المنطقتين أنا أعتقد أن روسيا اليوم تعاني يعني عندما تضطر إلى سحب معسكراتها من بريديج وحيالين هذا يعني إدراك موسكو من أن خط الدفاع الأول قد انهار هذا يعني من أن الروس غير قادرين على الزج بالطيران لأن المعارك القريبة لا يكون فاعلا فيها الطيران وقد يصيب العدوى الصديق أنا أعتقد أن موسكو اليوم في موقف محرج أمام تركيا هي تضع من أن تركيا لم تنفذ الاتفاق سوتي بينما على أرض الواقع المنطقة منزوعة السلاح طبقت من طرف واحد من قبل تركيا والمعارضة بينما روسيا لم تطبق على النظام لا بسحب السلاح السقيل ولا بإبعاد النظام عشر كيلومتر عنها اثنين عندما تحتج روسيا بأن تركيا لم تبعد الفصائل المضوعة على قوام الإرهاب أيضا يحسب لتركيا من أن روسيا لم تستطع أن تطبق وقف إطلاق النار وبالتالي هناك مواقف متبادلة بين الطرفين ومآخذ على الطرفين أما على الأرض موسكو اليوم في موقف محرج هي تواجه تركيا يتواجه الاتحاد الأوروبي لأن أربع مليون لا يمكن القبول بتنزيحهم من تلك المنطقة وهي تواجه من النواة المتحدة الأمريكية اليوم أوصلت رسالة واضحة عبر بومبيو نقلها من الرئيس ترامب إلى الوزير لفروف من أن ترامب مستاء جدا مما يحصل في إدلب ومن أنه لن يبقى صامتا على قتل المدنيين على كل حال عميد أحمد سوف تبقى معنا في المحور الثاني وأيضا الدكتور هاني الشادي ستبقى معنا مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم ابقوا معنا اشتركوا في القناة